الخوف والتخويف لو وجد خوف الله لوفر على البشرية تريليونات الدولارات في البيئة والصحة والمحاكم والعلاقات وغيرها كثير سيوفر على الإنسان آلاف المرات من مشاعر العذاب والألم والخسارة والظلم لارتفعت قيمة الإنسان السوقية والكونية وقيمته عند الله سبحانه وتعالى إما أن تخاف من الله أو أن يخوفك الله إما أن تكبر الله في وجودك أو أن يصغرك الله في حياتك تأمن خوف الله فيخيفك الله في كل جوانب حياتك عدم خوفك من الله في الاعتداء على الأشخاص والأمم والشعوب يهيئ الله من يجعل حياتك رعب وفزع وخوف تأمن خوفك من الله في حياتك